موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح رئيس السلام له كل المجد أحبائي العالم عم يتخبط من كل ناحية الظروف الصعبة عم تواجه كل الناس العالم عم يحترق وهذا طبعا اقتباس لكتاب قديم كتبه المبشر العظيم بيلي جراهم وتخيلوا لما كتب هذا الكتاب عن كل الأحداث السياسية والدينية والاجتماعية اللي بتحدث في تلك الأيام العالم يحترق فما هو الحال في هذه الأيام عم نشوف ظروف صعبة في كل مكان عم نشوف تحديات بتواجه الكنيسة من كل حد وصوب عم نشوف الظروف الدينية والاجتماعية والاقتصادية والروحية والسياسية كلها عم تدهور إلى الوراء والمقصد أنه مش أكون رسول طبعا للأمور يعني الفازدة أو الأمور اللي بتحدث من ناحية سلبية لكن كل الغرض من هذه الحلقة هي دعوة لنستيقظ ونصحه هذه الدعوة لكل الناس دعوة للمؤمنين ودعوة لغير المؤمنين وللمؤمنين هذا لا يعني أننا أفضل من غير المؤمنين لأنه بالحقيقة الشخص المؤمن هو مؤمن بسبب نعمة الله عليه بسبب رحمة المسيح لأنه تاب عن خطايا وآمن بالرب يسوع المسيح فلا يوجد أي فضل لأي إنسان فكلنا نحتاج نعمة الرب ولكن غير المؤمنين اللي أصيبوا بالعمى الروحي والذهن طبعا الفاسد وأنه عم بيشوفوا الخير شر والشر خير ومش عم بيكون القرارات الصائبة الصحيحة والعالم ابتدى يتخبط من كل ناحية فأنا بدعو كل مشاهد حتى نصحه حتى نستيقظ حتى نكون سبب بركة حتى نكون سبب خلاص حتى نكون رسالة رجاء لعالم يائس وبائس في هذه الأيام وصلاتي كما صلى الرسول لأبولوس وليملأكم إله الرجاء كل صرور وسلام كل صرور وسلام هذا الرجاء المبارك اللي بيخلينا نعيش بالفرح وبيخلينا نعيش في السلام ابقوا معي سأبتدأ حديثي بعد هذا الفاصل القصير موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى اهلا احبائنا مشاهدينا مرة اخرى رح يكون حديثنا عن دعوة لنستيقظ طبعا المفروض او المقصود نستيقظ من النوم من السبات الروحي وهي دعوة للصحوة الروحية حتى نكون سبب بركة لهذا العالم خليني ابتدأ وأقول عما يحدث في هذه الأيام اللي عم بيحدث في هذه الأيام طبعا شيء مش غريب على حياة المؤمن فالرب يسوع في البشائر المباركة سواء في إنجيل متة مرقص في لوقة اتكلم مسبق عن الأيام الأخيرة رح يكون فيها أوجاع رح يكون فيها أحزان رح يكون فيها حروب رح يكون فيها قلاقل رح يكون فيها مجاعات رح يكون فيها أوبئة رح يكون تحديات كثيرة ولكن كل هذا وضعوا هذه مبتدأ الأوجاع إذا كانت هذه مبتدأ الأوجاع والناس وصلت إلى حيرة وفعلا شيء محير مدهش اللي عم بيصير في هذه الأيام بدل ما يكون فيه قرارات صحيحة وصائبة اللي تكون سبب سعادي وبركة للناس عم نشوف تحول وتراجع كبير فإذا كأنه الكتاب المقدس عم بيورينا الصور اللي عم تحدث في هذه الأيام ولكن من ناحية تاني الكتاب المقدس شجعنا يعني لما بتشوف كل هذا لا ترتاعوا ما تخفش بعدين في موقع آخر يقول بل ارفعوا رؤوسكم إلى العلاء لأن نجاتكم قد اقتربت بالنسبة للمؤمن كل الأحداث مش مفاجئة لإلنا ولكن اللي عم بيصير أنه كتير ناس عم تتأقلم مع الأحداث وكتير من الناس الأحداث جعلت منها أنه تخاف وترتعب وكأنه الله غير موجود في الساحة كأنه الله خارج عن نطاق البشر كأنه الله بعيد كأنه الرب ترك الإنسان يتخبط في مجاهل الظلم وفي مجاهل الخطية خلينا أقول في البداية إخوتي وأخواتي كما كانت رسالة الرب للنبي إليا قديما أنه في سبعة آلاف ركبة لم تحن أو لم تجثوا لبعل يعني للآلهة الغريبة أو الآلهة الوثنية وهكذا أحبائي إذا مش شايفين كل الصورة عاوز أخبرك الأخبار الحلوة أنه في مؤمنين في كل بقاع وسقاع الأرض في مؤمنين في القصور في القبور في كل الأماكن في مؤمنين من كل الخلفيات من كل الديانات في مؤمنين يعني مثل الخمير اللي تخللوا واخترقوا كل مستويات الحياة حتى لو مش شايفين الصورة الكاملة هذا ما يسمي الكتاب أو ما نسميه يعني كمسحيين كنيسة الله الغير منظورة هذه الكنيسة تعمل بقوة هذه الكنيسة تعمل بحكمة هذه الكنيسة ما زالت تعمل حتى لو الناس مش شايفين شو عم بصير اليوم عم منشوف مئات الآلاف من غير المسحيين اللي عم بيرجعوا للرب يسوع المسيح فإذا كل هذه الأحداث بتخلينا أفكر ما هو دوره وأين أنا من كل هذه الأحداث هل أعيش تعيس وبائس ويائس مع الظروف اللي بتواجهنا في هذه الأيام أم فعلا أخذ قرار حاسم وحازم وصارم في نفس الوقت أنني سأواجه العالم وسأواجه كل تحدي بنعمة الرب يسوع المسيح له كل المجد أخوتي وأخواتي كنا منسمع على الأخبار أن الأمريكان رح ينسحبوا من أفغانستان وظنينا أن الأمر جميل وأن الحرب والعنف كله هي مش إرادة الله وإذ بنا نفاجأ أن طالبان خلال تسع أيام أخذ مساحات شاسعة ودخل القصر في كابول في العاصمة وأصبح هو الحاكم والعالم متخوف طبعا لأنه في أسباب من الماضي شفنا الشراسة وشفنا العنف من طالبان وشفنا المنظمات الإرهابية اللي بتعمل في هذه البلاد وطبعا سواء الأمر تم بحكمة أو بغير حكمة أنا مش موجود عشان أكون محلل سياسي ولكن بتخلينا نفكر فعلا اللي هي اليوم سوبر باورز وهل التاريخ يعيد نفسه مثل ما مملكة بابل يعني دخلها بين عشية وضحاها مملكة تسمى مادي وفارس وأخذت كل المملكة هيك بالهدوء هل راح نشوف أنه مثلا بلاد صغيرة أو جيوش صغيرة تاخد سوبر باورز القوات العظمة لا أعلم ولكن ما أعلم أحبائي البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية وأن النفس التي تخطئ عني تموت وحاش لي أن النفس التي تخطئ أبيدها عن وجه الأرض وهذا سواء أمة أو شعوب أو أي شخصية أخرى فإذن رسالة الله هي الرسالة لم تتغير في العهدين سواء العهد القديم وسواء في العهد الجديد إن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا فإذن لما شعب أو دولة عم بتقرر قرارات بصريح العبارة وتقول للرب أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر ولما اليوم أحباء اسمعني اسمعني بوضوح إنه أكتر شعب متهض في هذه الأيام هم المسيحيون الحقيقيون تخيل معي إن المسيحي اليوم مضطهد في الغرب وفي الشرق في آسيا وفي معظم دول العالم سواء من الإلحاد سواء من الدين سواء من العلمانية وسواء إلى آخره اليوم حتى في الغرب إذا أنت عندك صوت كمسيحي أنت مضطهد وإذا أنت بتتكلم ضد النظام أو بتقول إن هذا غلط أنت مضطهد لأن الأنظمة السائدة هي الأنظمة اللا أخلاقية يعني المشكلة للمسيحي المسيحي ولا مرة كانت ولا مرة المشكلة للمسيحي كانت من برة المسيحية واجهت كل التحديات واجهت كل الاضطهادات عبر العصور والأزمان يعني هل فيه اضطهاد كان أشرص من اضطهاد الرومان اللي كانوا يصلبوا المسيحيين واللي كانوا يطعموهم طعام للوحوش ويتفرجوا يتسلوا بلعب ما تسمى الجلادياترز أو اللعب اللي كانوا المصارعات حتى يشوفوا المسيحيين تؤكل من خلال الحيوانات المفترسة ولكن المسيحية واجهت وانتصرت وامتدت إلى كل بقاع الأرض ولكن المشكلة الكبرى عندما تبتدأ الكنيسة بالتنازل والتراجع عندما تبتدأ بالتهادن والمصايرة والمساومة على حساب الحق الكتابي لما الكنيسة اليوم بطلت تعرف هويتها ولما الناس اليوم عم تتساءل طب شو النور والملح اللي لازم يكون حقيقة في الأرض لما الكنيسة اليوم ابتدأت تتساير مع العالم ونظام العالم دخل عدا أنه الشزوز الجنسي والكنيسة معظم الكنيس للأسف الكنيسة الإنجلية اللي سمحت بالزواج المثليين وإلى آخرها أنا طبعا مش ضد الناس ولد الأشخاص كلنا خطاة وكلنا نحتاج إلى نعمة المسيح ولكن عندما الأمور الشازة تشرع قانونيا والخطية تصبح قانون وأنه أي إنسان ما بيمشي بحسب القانون صار المسيح أسهل له أن يعيش في السعودية يعيش في إيران يعيش في أي مكان آخر بالحقيقة أنه أسرع نمو للمسيحية في إيران ودول عديدة اللي بتتطهد المسيحيين لكن المسيحية فاهمة مين اللي عم بيتطهدها ولكن إذا أنت عايش في عالم غربي أو مجتمع عم بيتطهد فكرك وبيتطهد قراراتك وعم بيحرمك من كتير إشياء عشان أنت تتمشى مع المجتمع هذه قمة الخطورة اللي بتخلي الإنسان يتباعد وأنه العالم بحيري في هذا الموضوع اليوم اللي عم بيصير في أفغانستان هو درس لكل واحد واليوم أنا عاوز أقول أنه في كتير من أحبائنا المؤمنين المسيحيين في كنيسة في أفغانستان وعم بيواجهوا الصعوبات وعم بيواجهوا الاتهدات وكتير منهم رح يضطهدوا وكتير منهم للأسف رح يموتوا ورح يموتوا طبعا استشهاد من أجل يسوع المسيح ولكن الأخطر عندما لا يدرك الإنسان بيتخبط في الظلمة في المجاهل مش عارف يقرر شو شيء الصح ويه الغلط ولا سيما في بلاد الغرب دعوة لنستيقظ أحبائي أنه الكنيسة كما يقول الكتاب أذكروا المقيدين كأنكم مقيدون نشعر مع الناس المضطهدين ما هيش بس مجرد في جمعيات اللي بتهتم في اللاجئين والاحتياجات والمضطهدين هذا هو اهتمام الكنيسة نصلي للجسد كله بشكل عام في أي بلد في العالم فطبعا هذا لا يعني أنه قوانين أفغانستان رح تكون أفضل من قوانين بلد أخرى فالكنيسة سوف تواجه كل الأنظمة وكل التحديات السياسية والدينية والاجتماعية والأخلاقية أيضا رح نواجه كل هاي التحديات ولكن ما هو دورك وما هو دوري كمؤمنين إزاء هذه المواقف فيعرف الشخص عند المواقف لما أنت بتكون يعني هويتك واضحة وهاي الهوية الشخصية اللي بتعبر عن كيانك بتعبر عن هويتك بتبين مين أنت مش مجرد كلمات بتكتب ليها على السوشيل ميديا مش شوية كلمات تمنختبئ فيها وراء المنابر أو وراء الكاميرات في حياة عملية اللي لازم تكون شهادتنا واضحة أمام الجميع فخلينا نصلي من أجل الوضع في أفغانستان أنه الله يحول كل الأمور للخير وعلى فكرة الصورة المظلمة أو الصورة الصعبة اللي عم نشوفها هناك مين بيعرف؟ يمكن الله يفتح الأبواب ويكون نهضة وانت عاش عظيم في هذا البلد سأواصل حديثة بعد قليل بس أنا عاوزك تفكر شوي في الكلمات اللي ذكرتها اشتركوا في القناة 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 اهلاً اعزائي المشاهدين دعوة لنستيقظ ونصحه في هذا الوقت أنا اتكلمت عن أفغانستان لأن هذا الحدث طازة يعني لسه عم نشوفه بشكل يومي لكن أحباء خلينا نتذكر دائما بغض النظر الله بحب شعب أفغانستان والله عنده مخطط رائع هو مش الناس اللي بتحكم وبتسير الأمور بحسب فكرها الله هو متصلت في مملكة الناس فخلينا نصلي لشعب أفغانستان خلينا نصلي أنه ما يكونش في إراق الدماء خلينا نصلي ما يكونش في عنف خلينا نصلي أنه يكون في حرية حرية تعبير حرية المرأة خلينا نصلي أن هذا البلد يزدهر ويتبارك وخلينا نصلي أنه عنده تتفتح على مجد المسيح وفعلا خلينا نصلي ونطلق بركة على هذا الشعب لكن برضو في أحداث أخرى عم بتمر في هذه الأيام موضوع الحرائق طبعا كتير ناس بتكلم عن تغير البيئة وأن الحرارة عم تزداد وأن التلوج في القطب عم بدوب وهذا رح يسبب خطر إلى آخره بس عم لاحز حرائق في كل مكان وداما لما بيكتبوا لي أو بيتواصلوا معاي هل إحنا في آخر الأيام لربما إحنا في مبتدأ الأوجاع لكن خليني أحكيها بشكل إجابي صدقوني إحنا جايين على نهضة غير عادية جايين على انتعاش غير عادي الله رح يظهر نفسه بطريقة غير عادية كما كان في أعمال الرسل وأنا أؤمن عندما تتقدس الكنيسة والتوب وترجع للرب رح نشوف أمور خارقة أمور عظيمة جدا رح نشوف تأثير الكنيسة على هذا العالم بس من ناحية تانية إحنا منشعر منحس منتعاطف الجزائر عم بيصير فيها حرائق كثيرة والجزائر طبعا شمال أفريقيا اللي هي كانت مهد الحضارة المسيحية هي اللي جاء منها آباء الكنيسة الكثيرون واللي كانت فعلا بلدان كلها مسيحية لكنها تغيرت اليوم في حرائق كثيرة في الجزائر والحرائق عم تلتهم أراضي كثيرة وممتلكات كثيرة وخسارة مادية والأصعب والأهم طبعا خسارة الأرواح فقلوبنا مع شعب الجزائر وصلواتنا أيضا معهم الحرائق اللي عم بتسير في جبال القدس القدس طبعا مبنية على جبال عالية كما يقول الكتاب المقدس وهي واحدة من أجمل بقاع الأرض تعرفوا الجبال حول القدس كلها جبال جميلة جدا أنا بشبهها لجبال سويسرا هذه الجبال أنا قضيت وقت فيها كنت أحب أمشي في الجبال أخذ خلوتي والصلاة في هذه المناطق اللي هي في غاية الجمال من روائع الجمال وجمال الروائع لكن الحرائق التهمت معظم هذه الجبال فخلينا نصل أيضا من أجل شعب القدس ومن أجل الأراضي المقدسة كذلك منسمع عن حرائق كثيرة في اليونان والحرائق اللي موجودة في كاليفونيا والحرائق اللي كانت في أستراليا وحرائق في كل مكان كأنه الطبيعة غضباني وكأنه الدنيا مش مزبوطة عارف كانوا عم بتصير إشياء خارجة عن النورم خارجة عن الشيء المعتاد عدا عن الزلازل آخر زلزال يعني مش بس كان في زلزال من قبل فهيتي اللي راح ضحاياها أكتر من 200 ألف شخص يمكن وصل عدد ل250 أو أكتر 250 ألف وهي فيه كمان زلزال وفوق الزلزال فيه الفيضانات اللي عم بتصير ولكن طبعا الشيء الغير منتسع واللي عايشينه موضوع الوباء الكورونا وعديد من الدول عم بياخدوا الفكسين عم بياخدوا التطعيم ومع كل هذه الاحتياطات والالتزامات لكن عم بيرجع هذا المرض وعم بيحطوا أكتر تشديد علينا وكأنه الأمر مش رايح ينتهي وكأنه الأمر يعني فلت زمام الأمر والناس صارت في حيرة والناس صارت قسمين اللي عاوز ياخد التطعيم واللي مش عاوز واللي كمان الهوية اللي صاروا يعطوها إذا الإنسان المطعم هو اللي بيقدر يسافر هو اللي بيقدر يشتغل اللي بيقدر يعمل أو الشخص يعني كأنه كمان الناس مش كفاية موضوع العنصرية في كل مكان حتى في الوباء عملوها كمان مشكلة سياسية ومشكلة بتتعلق في الرئيس تتعلق في العنصرية إنه الشخص اللي مااخد التطعيم والشخص الغير مااخد التطعيم وكأنه الناس محتارة الناس عم تتساءل يعني طب والحل وينت الإنقاذ وبعد ما أخده رجعه عم بيحكولنا على التطعيم التالت ويمكن في رابع وفي ووى إلى آخره فاحنا محتاجين نصلي إن الله يبيد هذا الوباء كما وعد يعني فيه أوبئة ذكرت في الكتاب المقدس الله أبادها لكن أبادها عندما يكون في توبة وعندما يكون في رجوع للرب اسمع ما يقول الكتاب المقدس في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 7 والآية 13 يقول الرب وإن أرسلت وبأا على شعبي فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم فإذا اللحظ الله بيسمع الله بيغفر الله بيشفي الله بيجيب الإبراء والاسترداد للبلاد لكن هذا الشرط منوت بالشيء مهم جدا إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم ما تتوقعش العالم رح طبعا الاختراعات وإحنا منصلي حكمة للأطباء ومنصلي ومنصلي ولكن صدقني لما بتتحد الكنيسة بالصلاة وأنا عاوز مرة تانية كما دعيت من قبل إن كل اللي مشاهدونه خذ لك دقيقة وصلي قل له يا رب اتدخل يا رب اقضي على هذا الوباء كما هو مكتوب يهرب الوباء قدامه فإذا حضور الله الأوبئة والأمراض وكل هاي الأمور المستعصى تهرب من حضوره وإذا كان حضور الله واضح من خلال كنيسته أكيد الله رح يعمل رح يتفاعل رح يعمل أمور عظيمة ألم يقل الكتاب المقدس أنتم ملح الأرض إن فسد الملح فبماذا يملح ألم يقل الكتاب أنتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس فيروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات وإن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون إحنا المفروض كما يقول كتاب عيش كما يحق لإنجيل المسيح ويقول الكتاب المقدس من يقال أنه ثابت أن نسلك كمسلك ذاك يعني يكون سلوكنا مثل سلوك الرب يسوع المسيح أو كما قال الرسول يحنى يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق فإذن هذه الأوبئة كلها منتشرة ولكن أخطر وبأ أخطر وبأ هو الفساد الخلقي هذا الفساد عندما يستشر ويتفش في المجتمعات رح يدمر المجتمعات من الداخل ويعني لا تغلط في الموضوع الإمبراطوريات العظيمة هزمت ليس من الجيوش من برا من الفساد الداخلي الفساد الخلقي وإذا أي بلد أو أي شعب فعلا طلب يعني عم بيبعد الله من حياته فأنت رح تتحمل النتائج ورح تتحمل المصائب فأنا بدعو الناس كلها أنه ربي حررنا من الفساد الخلقي ونحن في أيام صدقني النجس رح يتنجس أكتر ولكن الطاهر رح يتطهر أكتر ورح يكون فيه يعني حد فاصل يا مؤمن يا غير مؤمن هاي المسيحية الإسمية والمسايرة والمساومة كلها رح تنتهي ليه رح ييجي مواقف وظروف معينة اللي رح توضح حويتك أمام الناس يا أنت مؤمن يا غير مؤمن وإذا أنت مؤمن أنت مستعد لمجيء المسيح مستعد للقاء يسوع المسيح بغض النظر أحبائي سواء دخلنا الضيقة أو اختطفنا قبل الضيقة أو خلال أو بعد بغض النظر أكون مستعد بغض النظر أعيش بقداسة التي ترضي وتشرف الرب يسوع المسيح هذا الفساد أحبائي اللي عم بعم كل البشر يعني بقول أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة أحب مجد الناس أكثر من مجد الله بسبب المسايرة وهون مشكلة لرجال الدين اللي أنت بتساير وبتساوم ما في الش مساومة الكتاب المقدس واضح جدا وأقولها بكل محبة أنه لا يوجد إله آخر ولا أي شريك له قال الله أنا الرب هذا مجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد كما قال الرب يسوع المسيح شيء ثاني لا يوجد رب إلا يسوع المسيح يسوع هو الرب ثم الكتاب المقدس اللي بين إيدينا هو كلمة الله الحية كلمة الله الحية وهي الدستور والمرجع لكل مؤمن مسيحي شيء آخر لا يوجد خلاص إلا من خلال صليب وقيامة الرب يسوع المسيح هذا الفداء من خلال عمل المسيح الكفاري موته الاختيار الطوعي على الصليب من أجل خطيائك وخطيائي وقيامته من بين الأموات حتى أنت وأنا يكون إلنا حياة أبدية إذا طلبناه من كل القلب فإذن الكنيسة لازم تصحى الكنيسة لازم تستيقظ ما فينا نساوم إحنا منحب كل الناس ومنحب كل الديانات ومنحب كل البشر ومنحب كل الخطاء ومنحب حتى المجرمين والسفلة منحب كل الناس لكن لا تغلط إنه مجد الله مش رح يعطيه لآخر فمشان هيك رح يوصل الوضع يا أنت مؤمن يا غير مؤمن أعزائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلاً أعزائي المشاهدين ربنا يحمينا من الأمور الآتية رح يجي وقت أحباء تشوفوا حتى الدول العظمة رح تتقسم لولايات رح يجي وقت تشوفوا جيوش صغيرة تهجم أو تهزم سوبر باورز دول عظمة رح تشوف جماعات صغيرة مينورتز تفرض رأيها وفسادها الخلق على كل المجتمعات الكبيرة رح تشوف الديانات بالتراجع والتهابط رح تشوف أمور اللي أنت مش معتاد تشوفها ولكن في نفس الوقت الكنيسة ستبقى يمكن مش في أعدادها الكبيرة ولكن ستبقى حيوية كنيسة منتصرة كنيسة ممجدة تنتظر مجيء يسوع المسيح وهذا الصراع اللي رح يكون في آخر الأيام لكن أنا بدعوك اليوم إذا أنت بعدك فعلا بتساير في حياتك قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ يسوع أنا عاوز أقبلك تكون ربي ومخلصي اليوم إخوتي وأخواتي كل هاي الأمور كانت وعن بتسير وأكيد رح تسير بس رح تتطور أكتر من ناحية تاني رح يكون في انتعاش رح يكون في بركة رح يكون في نهضات رح يكون في افتقاد إلهي لأن الله موجود الله حي تخيل إذا الكتاب المقدس بيتكلم عن عصفوران يباعان بفلس يعني في أيام المسيح والخمسة يعني يباعان بفلسين يعني المفروض أنه فيه واحد على البيعة بسموها الخامس يعني بسموها زيادة البيع إذا الكتاب يقول أن هذا العصفور اللي هو ملوش أهمية حطوه على البيعة زيادة فكم بالحرق أنت أهم من عصفير كثيرة والكتاب يعلمنا أنه شعور رؤوسنا محصاة مرقمة لا تسقط شعره بدون إذنه وأنه الله متصلت في مملكة الناس الله مش مختفي عن الصورة أو عن الأحداث بس الله عاوز يصحينا عاوز يعني يوعينا عاوزنا أنه نستيقظ من النوم كما يقول في أفسوس لذلك يقول استيقظ من النوم فيضيء لك المسيح خليني أقرأ يمكن الآيات شفتوها أنتوا على الشاشة من شوي من رسالة روميا رسالة بولوس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الثالث عشر من آية 11 هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلاياقة كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل إلبسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا التدبيرا للجسد لأجل الشهوات هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة فإذن أحبائي الكتاب المقدس بحذرنا هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن الآن ساعة لنستيقظ من النوم وهم طبعا بيش بيتكلم على النوم الجسدي لأن كل شخص محتاج للنوم ولكن بيتكلم عن النوم الروحي يعني بعلمنا أنه نستيقظ من السبات من الخمار من الهموم من الكسل من التراخي من التراجع ويقول لنسلك بلاياقة هذا السلوك الذي يرضي ويسر الله هذا اللي يعبر عن شخصيتنا وهذه الشخصية التي تعبر عن كياننا وهويتنا كمسيحي مؤمن موجود في هذا العالم فإذا إذا من الفين سنة بيقول هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناها الليل وتقارب النهر فلنخلع ونلبس أسلحة النور فإذا لازم نخلع أعمال الظلمة أعمال الفساد أعمال الشر الخطيئة السرية اللي بنعملها الفساد الخلق اللي عايشين فيه وهذا أنا بحط نفسي ضمن كل المؤمنين ما في حد أحسن من حد كلنا محتاجين نعمة الرب لأنها طرحت كثيرين قتله وكل قتلاها طرحت كثيرين جرحة وكل قتلاها أقوية ما في حد أحسن من حد كلياتنا محتاجين نعمة الرب فعلمنا الكتاب أن نتوب أن نرجع أن نتقدس أمام الرب نسلك بلاياقة كما في النهار يعني اللي بيمارس الخطيئة كأنه عايش في ظلمة وبيتحرك في الظلمة وبيسلك في مواقع الظلمة ولكن الشخص الذي يتحرر بنعمة الرب يسوع المسيح هو الذي يسلك بلاياقة هو الذي يسلك بالتطقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة هو الشخص الذي يسلك بالنعمة يسلك بالحكمة يسلك بالمحبة يسلك بالنور أو كأولاد النور يسلك يسلك كما يحق للدعوة يسلك ليس كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنهم أن هذا السلوك سلوك روحي لا تسلك يعني بالجسد بل يسلك بالروح فبعلمنا أن السلوك يكون مثل يسوع السلوك بالروح السلوك بالمحبة كنور نضيء في هذا العالم في وسط جيل معوج أن نكون بركة أن نكون نور أن نكون ملح للأرض أن نكون شهادة حقيقية أن نكون بركة لكل من حولنا وهذه اللياقة زي اللياقة البدنية في اللياقة الروحية اللياقة التي طليق بالمؤمن أن يبتعد ويمتنع عن كل شبه شر وأن نسلك بالقداسة وليس بالنجاسة وأن نسلك بالحق كما يقول الكتاب المقدس فإذن هذا التحذير لإلنا يعني بقول أنه نسلك كما في النهار طب كيف بالنهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل إلبس الرب يسوع المسيح بقول فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور وهنا يقول إلبسوا الرب يسوع محتاجين في هذه الأيام نلبس سلاح الله الكامل اللي بيحمي زهننا من العدو اللي بيحمي جسمنا يكون جسد مقدس لأنه هيكل الله وروح الله يسكن في هذا الجسد فخطواتنا وأقدامنا تكون أقدام المبشرين بالسلام عيوننا تكون عيون نقية وطاهرة أفكارنا أفكار البساطة في المسيح وحياتنا والقلب يكون متجه نحو الرب يعني يابني أعطني قلبك وتلاحظ عيناك طرق لأنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة مثل الزنا والعهارة والفساد والأخري فالرب يحررنا من كل نجاسي من كل فسق من كل عهارة من كل خطي غير معترف فيها ونتقدس أمام الرب كلنا كجسد ككنيسة نعيش بقداسة مش نقعد نتزمر واحد على الثاني ولا نشكي واحد على الثاني ولا نهين أحدنا الآخر ولا ندمر أحدنا الآخر كلنا محتاجون نعمة المسيح فمحتاجين فعلا نتمسك في الرب يسوع المسيح قال الرسول بولوس ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة لا تشاكل هذا الدهر لأن إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح بيعمل أبصار الشيطان بيعمي الناس ولكن عندما نأتي إلى المسيح اسمع ما يقول في نفس الإصحاح كورنتس الثانية إصحاح أربعة أنا ذكرت آية أربعة لكن آية ستة مكتوب الله تك تكتب أنتسح 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 إلى وجه يسوع والذين نظروا وجوههم لم تخزا مكتوب نظروا واستناروا ووجوههم لم تخجل ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي والعار يعني من أجلك ومن أجل احتمل كل شيء عشان لما تنظر كما يقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص فإذن هذه الآن ساعة لنستيقظ من النوم التافتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاس الأرض لأن أنا الله وليس آخر ارفع عينيك وقل له يا رب ارحمني صدقني ربنا يحمينا من الأيام الجاي ربنا يحمينا من كل الفساد اللي عم نشوفه بينتشر في هذا العالم ربنا يحمي الأولاد والبنات والأحفاد ويكونوا أولادنا تلاميذ لرب إلى جيل الأجيال إلى مجيء الرب يسوع المسيح فإذن لا تشاكل هذا الدهر لألا تتشكل بحسب ضغوطات هذا العالم ويقول الكتاب لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة هذا ليس من الآب بل من العالم والعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد تعرف حبائي أخطر شيء في كنيسة الرب عندما يحاول الشيطان أن يشكلنا بحسب مبادئ وقيم ونظام وفلسفة هذا العالم وبيضغط علينا وبيستخدم الحكومات والديانات وكل الجمعيات يعني اللي خارج عن إرادة الله إنه بيضغطوا على كنيسة الرب حتى نساير حتى تكون غير مؤثر حتى تكون غير فعال روح على كنيسة وإحضر الاجتماعات وانبسط في الاجتماعات لكن لا تبشر ولا تشهد ولا تعكس نور المسيح في حياتك هيك عاوزنا نتشكل بحسب قيم ومبادئ وفلسفة هذا العالم لكنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم أن فعلا ننتفض من غبار العالم ونعمل انتفاض روحية هذه الانتفاض نقول كفى يعني كفى لا للعالم ولا ملزاته ولا شهواته ولا طموحاته ولا إمكانياته لكن أنا شهوتي ومحبتي ولزتي وطموحاتي هي أن أرضي الرب وأن أفرح قلبه وأن أكون فعلا أسلك بلياقة وبقداسي وبحكمي وبمحبي وكنور في هذا العالم وأن أضيء وأن أشرق على الآخرين وأكون بلسم للشفاء وأكون كلمي حلوة في مكانها وأكون حكمي وأكون سبب خلاص سبب بركة وأنه فعلا أكون رجاء لكل يائس ولكل بائس عزاء لكل مسكين أكون شفاء لكل مريض لكل ضعيف أكون مسيح صغير على هذه الأرض وأعكس مجد المسيح في حياتي في سلوكي في شهادتي في كلماتي في كل ظروف حياتي أحبائي الكتاب المقدس بشدد على هذه النقطة أن نصح أن نستيقظ أن ننتظر مجيء يسوع المسيح فإذن عندما يقول هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم يعني نصحة ونترك كل حياة أي خطية التي تحاول أن تسيطر علينا ونعيش بقداسة لأن الله لم يدعونا للنجاسة بل في القداسة فإحنا منتظرين مجيء المسيح وفي نفس الوقت وبينما نحن ننتظر يقول الكتاب يعني لاحظوا بعضكم بعض للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقو مننا عادة بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب بالعكس الأوباء مش لازم نتخلينا نتخلى عن اجتماعاتنا ويكون عندنا الأعذار طب ما خلاص سمحوا للرجوع فلماذا العديد من الناس عم بيهمل اجتماعات بيهمل عبادة الرب بيهمل وبيهمل فعدم حضور الاجتماعات هو علامة انك انت انسان فاتر وعم تبعد عن الله فبقول كما لقو مننا عادة لا خلي العادي تبعتك تكون أكثر انك ايش انك فعلا تحضر الاجتماعات وخليها تكون فرصة للكرازة يعني بقول اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب لان الله الديان العادل جاي عن قريب وسيكافئ كل واحد ثم هي فرصة للشهادة يعني لما سألوا متى سترد الملك الى اسرائيل اجاب وقال ليس لكم ان تعرفوا الازمن والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لشهود في ارشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض نكون شهود ولاحظ في صف الرؤية بيتكلم عن المؤمنين وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت نعم احبائي لربما العالم رح يضغط ولربما رح يجعصر نواجه الاستشهاد ولكن الاهم نكون مستعدين للقاء المسيح لانه الحياة مع المسيح مضمونة لكن يا للويل اذا انسان بيرفض يسوع المسيح بقد ابديته في جحيم النار فاذا كل هاي الاحداث اللي عم بتسير حوالينا وعم بنسميها او يسميها الكتاب مبتدأ الاوجاع وناس فعلا بحيري ما هو دورنا ما هو دورك ما هو دوري انا كم امنا حبائي نحتاج الى افتقاد الهي نحتاج الى زيارة الهية نحتاج الى انتعاش الهي اولا في حياتنا لانه احبائي فاقد الشيء لا يعطيه اذا انا مش متمتع بحضور الله كيف اعكس هذا الحضور على الاخرين احبائي اتوسل اليكم انك لا تضوع الفرصة لا تضوع هذا الوقت استيقظ من النوم كما تقول نبوة اشعياء استيقظ 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 ايها النائم من الموت من النوم فيضيء لك المسيح استيقظ اصحى انت به الرب جاي كما كان في القديم في ايام الطفان شبهها الرب يسوع يزوجون ويتزوجون كما كان في ايام سدوم وعمورة الخطي والفساد منتشر ونشوف نفس الخطايا عم بتتكرر وعم بترجع ومحط صاحي والناس سكرنين كأنه بيتعاطوا مخدرات وهذا بسمي الكتاب روح الغي روح الضلال روح العمى الروحي الزهن الفاسد وهي هي ارض المعركة يقول الكتاب لاننا وان كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب اذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون يمكن الشيطان وضع حصون في حياتك حصون محتاج تتكسر محتاج تتحرر من قيود واصفاد العبودية يعني وضع حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر الى طاعة المسيح احبائي نحن مدعوون نستيقظ محتاجين الى فعلا انتعاش الى افتقاد خلينا نصلي يقوله يا رب ارسل النهضة ارسل الانتعاش احيينا بحسب كلمتك استخدمنا بقوة الروح القدس املأنا بروحك القدوس انهار مياه حية ويا نبي حية تفيض على الاخرين في كل مكان انقذ بلادنا انقذ شعوبنا المس رؤسائنا حكامنا المس رؤساء الدين يا رب حرر من كل عبدية من كل خطية من ارواح التدين الخارجة من الرياء من الكبرياء من الغضب من العنف من الحزن من الكآب اللي عم بتحل على لبنان تعال بروح فرح بمياه حية تفيد فينا مكتوب اله الرجاء يملأكم كل سرور في اسم الرب يسوع المسيح الرب هيك يملأنا بحضوره وفي بركته وبصل اليوم في اسم الرب يسوع انه بركته تحل على حياتك وعلى بيتك وعلى أولادك وعلى بناتك وعلى أحفادك وبصل اليوم نكون فيه رجوع إلى الرب يسوع المسيح مكتوب اطلب الرب مدام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران مكتوب أحباء توبوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب حبائي فعلا محتاجين لهالفرج محتاجين لهالافتقاد أسرع طريق للرب هو طريق التوبة أسرع طريق أنه الله يلمس قلبك وحياتك أنك تعلن أنك أنت محتاج لنعمة الرب الله يقاوم المستكبر بيعطي نعمة للمتواضع مشانيك تعال مثل ما أنت ما عندك شيء أصلا تقدمه للرب فيك تيجي للرب مثل ما أنت تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ قل له يا رب سامحني لأنه كان فيه عندي أسياد كثيرة على زهني وعلى حياتي وعايش ممسوك في الخطيئة صليها قل له يا رب حررني حررني من كل إثم حررني من كل عبودية حررني من أي إدمان سواء إدمان الشهوة أو إدمان الجنس إدمان الخمر إدمان المخدرات إدمان الكلام البذيء وإدمان على كل شيء لا يمجدك قل له يا رب طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم اقبلني لمجد اسمك ووعد الرب يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونا بل قد انتقل من الموت إلى الحياة سؤال لمين تروح؟ لا تروح للشخص اللي وعدك بالحياة الأبدي وهو حي ولا تروح لأنبياء ميتين ما وعدك بأي شيء تعال إلى يسوع المسيح حتى تنالي الحياة الأبدية بحب أسمع منك والرب يباركك اشتركوا في القناة